عدد اتنين كوب من الدقيق ومعانا كمان اهي معانا الحاجات على الشاشة بحب قرمنا على الشاشة ومعانا عدد اتنين بيد هم حطين هنا اه حطين بيد عموما يعني هم عدد اتنين بيد ومعانا كمان الدقيق كوب بيتين من الدقيق ومعانا اللبن حسب العجن ومعانا معلقة من الخميرة وكمان معانا معلقتين من الزيت ومعانا معلقة من السكر وايه تاني معانا حاجة تاني ومعانا بقى للتزين معانا سبيب ومعانا سكر ومعانا جسد الهند ومعانا شرباط لو انت عايزة تسقي بيه كده على الوش ومعانا تاني سوداني كل الحاجات الحشوة اختياري ايوة اختياري نقدر نكسرها اي مكسرات زي ما استاذ مهاب بيقول لنا يعني لو مش بتحب السوداني حطي عين جمل الموجودة عندك من بواقي رمضان دايما كده انا بتسيب في درجة تلاجة المكسرات بتاعت بواقي رمضان لو ما اتكلتش من ولادنا لو احنا ما عندناش اطفال هتلاقوا الحاجة موجودة فهتقدري تشكل بيه لو انت حابة جيبي طول الوقت حاجات صبحة وطوزة هتلاقي عندك اكيد في البيت يعني فتعالوا نشتغل كده ونشوف واحدة واحدة هنعمل ايه مش هشيل اي حاجة عشان مصازق مهاب اهاب ومهاب قريبين من بعض مش هيجرى حاجة تعالوا نشوف واحدة واحدة هنعمل ايه اهو تمام فتحنا العجان بسم الله الرحمن الرحيم هناخد الدقيق كل حاجة كده هنحطها على بعضها نعايز اعرف بس يا جماعة وده سكر اه سكر شفته عرفته ازاي حطيلي سكر بودر عشان خاطر الوصفة دي انا طلبت فيها معلقتين الدقيق حلوين كده بالنسبة لي جدا اه عايزة كل حاجة نعمة مش عايزة حاجة تبقى خشنة وتبديني عايزة كل حاجة تبقى العجينة بتاعتي طرية فلما بتكوني عايزة عملي كيكة على فكرة اه نعمة جدا حطي فيها اه سكر بودر طب انا مش هعرف ازبط السكر بتاع البودر معايا في الوصفة تقدري اه قولوا معايا تحطوا كمت الكوباية العادية من السكر العادي حطي كوباية ونص من السكر بودر هديك نفس النتيجة او نفس التسكيرة بتاعته تمام هاخد معلقتين من السكر بس مش اكتر وهقلب كل الكلام ده مع بعضه حاضر يلا بينا طيب حطينا ايه هنا في العجينة قبل ما نضرب حطينا عدد اتنين بيضة حطينا معلقة من الخميرة حطينا معلقتين من الزيت وحطينا كمان معلقتين من السكر البودر تمام كده بيبقى حلو في حتة ايه بقى في حتة ان انت بتوفري ان انت تنزلي مثلا لو انت عندك كزا طفل في البيت هتنزلي الجيبي بكم دلوقتي فينه انت بكيس دقيق ممكن تعملي كمية كبيرة جدا وبعد ما تبرد تماما تحطيها في الفليزر وتقضيكي مثلا يومين تلاتة فدايما فكروا في الحاجات الاقتصادية والحاجات المضمونة واللي ولادك هيفرحوا ان انت اللي عاملها مش حد تاني الفرن او حاجة طيب احنا قلبنا كل حاجة مع بعض تعالوا بقى نحط كمية اللبن واحدة واحدة ثانية واحدة عايزين بس نتضرب كده اهو ايوة تماما بصوا بقى انا ما حطيتش سويل كتير انا حطيت شوية لبن صغري لحد ما تلم معي عشان ما تفريش وبحضر معايا ورا اه دقيق او انت على المطبخ بتاعك بتحضر دقيق لو حبيت ادي في شوية دقيق بندي في شوية دقيق عليها تمام يعني انا ممكن احط كده ايه معلقتين دقيق كمان لان انا حطيت بق صغير من اللبن بس مع ذلك حسيت ان العجينة بتاعتي سيلة شوية خفيفة تمام هروح اجيب الدقيق بتاعي سؤال حلو يا استاذ مهاب انا عايز اصطاديفك والله عايز اعملك حلقة اه استاذ مهاب بيسألني بيقول لي اه نوع دقيق بيختلف نوع عن نوع اه طبعا احنا لازم لما نجي نختار نوع دي بقى لجميع الاستخدامات يعني ايه بيبقى مكتوب عليه من برا كده للمعجنات للكيك للكلام ده وفي حاجة لجميع الاستخدامات فاحنا لنختار للحاجة اللي احنا نعملها مثلا بيتزا او كيك او معجنات او نجيب اللي هو صالح لكل حاجة تمام يعني من فاش نجيب بقى سايب ونقول نعمل بيه مثلا مخبوزات ويطلع من معانا كويس لا مش مفضلش ده خالص انا حط معلقة واحدة بس ونشوف انا عايزها لما على بعضها كده عشان انا حساها سايبة بس تمام طيب هحضر بقى جلابز عشان نشوف العجينة دي بتقول ايه او اللي احنا مخمرينها بتقول ايه بقى بس هقولكو على حاجة عشان تاخدوا عجينة زي السينابون كده هي شبيهة لعجينة السينابون طرية ما ينفعش انكتر في الديق وتبقى مكتلة لازم زي ما انتو شايفينها كده كواما هملزق تبقى خفيفة متبقاش مسكة بعضها تقيلة تمام معانا تليفون ممكن ناخد تليفون معانا تليفون يلا بيه كرниз Chong يعمر debe